مفيش فلوس مفيش اقتصاد فنعمل ايه نطلق قنابل دخان او عصفير عشان نلهي الناس ونشوف بقى قنابل الدخان طفحت على كل صفحات السوشيال واولها جات من لميس الحديدي عن مناسك الحج وليه ما تتعملش اونلاين بدل ما نروح نتعب نفسنا ونعرق حوالي الكعبة نسمع كده لميس قالت ايه الحج ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس ليه ما نعملش الحج اونلاين يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي الحاجات تطورت ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة سبع مرات ليه ليه وانت هتلاقي فين مع اسوري قصدي ليه بنعمل كده هو فعلا ليه كده وتطلع مواقع كتير تكتب عن التصريح المستفز اللميس عن مناسك الحج والحكاية تعمل ضجة والناس تهري فيها وتوقع تتكلم كام يوم كده وبعدين يطلع الموضوع كله فانكوش وتطلع لميس نفسها بعدها بعد كام يوم وتتاهم اللي جان المعارضة ان هي اللي اكتزقت كلامها وفابريكة الكلام ده رغم ان المواقع بتاعتهم هي اللي نشرت والوحيدة تقريبا اللي اعتذر هو موقع رازد نشوف كده اهو مواقعهم هي اللي نشرت لميس الحديد بجد مجود كبير يعني قطعتوا الفيديو وعملتوا منتاج وجهستوا الخبر وشغلتوا اللي جان واخترتوا 30 يونيو بالذات رغم انها حلقة يوم 24 انا لسه واجعكوا اوي كده لا انت مش واجعنا انت واجع عمر انت واجع عمر اوي يا لميس يا ميس لازم نسأل ليه ما نعملش الحج بالميتا فيرسا او اللاين لازم ده موقع بصراحة مش اللي جان ولا الاخوان ولا اي حد بلبسك مش مهم المهم يعني لميس طلعت قريتلك لأ ده لجان وخصص من دي وبعد ما تأكدك يا سيريون ان الفيديو مجتزق والمعنى مفابرك دخلنا بقى في قصة كيف تجرينا على طرح السؤال أصلا ولهؤلاء اقول ان علينا مواجهة كل ما مش عارفين في عقول بعض خاصة من الجيل الجديد يا لميس ده المصر اليوم المصر اليوم هي اللي نشره لك القديمة هتسأل ليه ما نعملش الحج بالميتا فيرسا ده المصر اليوم يعني إلا إذا كان المصر اليوم عايز يوقعك ده المصر اليوم يا لميس ده مش لجان ولا اخوان ولا اي حاجة